اشتركوا في القناة بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم والتي اقيمت في العاصمة الاماراتية ابو ظبي واكد سموه حفظه الله ان الانجازات التي تحققها مملكة البحرين في المجالات الرياضية وبخاصة في سباقات القدرة تعكس ما تحظى به المسيرة الرياضية الوطنية من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله حيث كان هذا الدعم هو الباعث لتحقيق الانجازات الرياضية البحرينية على المستوى الاقليمي والعالمي كما شد سموه حفظه الله بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم والتي اقيمت في العاصمة الاماراتية ابو ظبي وقيادته للفريق الملكي للقدرة لتحقيق هذا الانجاز العالمي مما يعكس عزيمة واسرار ابناء البحرين وحرصهم الدائم على الصدارة كما اثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء على الدور الذي يطلع به سموه في مسيرة الرياضة بمملكة البحرين معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي ظهر به فرسان الفريق الملكي للقدرة في البطولة متمنيا لسموه وللفريق الملكي للقدرة كل التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة